برضو موضوع اخر عايز اتكلم فيه مع حضراتكم هو موضوع التصنيف بعد تأهل عدد من الفرق وارد جدا ان النادي الاهلي والزمالك يكونوا في مجموعة واحدة لان النادي الاهلي تصنيف اول ونادي الزمالك في التصنيف التاني فبالتالي ممكن جدا نشوف الاهلي والزمالك في مجموعة واحدة تصنيف الاول بالمناسبة هو النادي الاهلي نادي الترجي التنسي نادي الرجاء المغربي نادي الوداد المغربي الودات كسبان يعني 3-0 هو طبعا حال صعوده رسميا اليوم لكن النهاردة هو الغاية دلوقتي كسبان 3-0 وبنسبة 99.9% حية أهل فده التصنيف الأول الأهلي والترجي والرجاء والودات خلاص اعتبروه تأهل فبالتالي دول الأربع فرق التصنيف التاني مين بقى سانداونز نادي الزمالك ونادي سانداونز ونادي كونكري حورية كونكري الغيني وبترو أتلتكو الأنجولي ده التصنيف التاني بالنسبة للتصنيفات خليني أقول لحضراتكم أرقام بسيطة جدا من هو متصدر التصنيف؟ النادي الأهلي كم نقطة؟ 78 نقطة مين اللي مركز التاني والتالت نفس النقط؟ الوداد والترجي 71 نقطة يجي بعدهم الرابع الرجاء 54 نقطة تخيل يعني الأهلي 78 اللي معاه في نفس المستوى اللي هو التصنيف الأول ويأتي آخر فرقة في التصنيف الأول اللي هو الرجاء 54 نقطة يعني الأهلي 78 والرجاء 54 نقطة طيب تصنيف التاني سانداونز اللي قدام حضراتكم ده 46 نقطة الزمالك 43 نقطة ياري بترو أتلتكم الأنجولي 31 نقطة أنا بس حبيت أوضح لحضراتكم الأرقام عشان تبقوا عارفين التصنيفات دي بناءنا على إيه؟ يبقى الأهلي 78 الترجي والوداد 71 ثم الرجاء 54 ده التصنيف الأول بالنسبة للتصنيف التاني سانداونز 46 نقطة نادي الزمالك 43 نقطة بترو أتلتكم 31 يعني بعد كده بقى الموضوع الفروق ضخمة بعد كده التصنيف التالت سيمبا التانزاني وشباب بلوزداد الجزائري وشبيبة القبائل الجزائري والهلال السوداني والهلال النهاردة صعد رسميا طيب التصنيف الرابع نادي القطن الكاميروني المريخ السوداني فابريس الأغاندي طبعا نخلي بالحضراتكم ده فابريس الأغاندي ده طلع مازينبي ريفرز يونيتد النيجيري ريفرز يونيتد النيجيري بيلاعب فيتا كلوب أو رايل كلوب فحننتظر ونشوف إذن هي دي التصنيفات تصنيف أول تصنيف تاني تصنيف تالت تصنيف رابع فممكن جدا تلاقي الأهلي والزمالك واقعين في مجموعة واحدة أو ممكن تلاقي الأهلي وسندونز كالعادة يعني واقعين في مجموعة واحدة على الرأي اللي قال لي قال لي الأهلي وسندونز والهلال بعد كده يعني دول التلاتة الأولانيين على فكرة ده والد جدا يحصل للسنة الجاي هو التصنيف كده يعني بقى لنا فترة النادي الأهلي هو الأكثر عددا من الأكثر نقاط أكثر من كل الفرق اللي حوالي دي لأنها بتمشي بشكل تراكمي مش بعدد البطولات مرة تانية أو تالتة وعشرة انت بتاخد كم خطوة بتاخد بتصل إلى دور 16 لك عدد معين من النقاط بتصل لدور 8 لك عدد معين من النقاط بتصل للدور قبل النهائي لك عدد معين من النقاط بتصل للدور النهائي لك عدد معين من النقاط بتاخد البطولة لك عدد معين يعني ممكن تكون السنة اللي فاتت الودات خد البطولة ولكن النادي الأهلي هو الأول في التصنيف على رغم من النادي الأهلي خسر البطولة من الودات في المباراة النهائية التصنيفات كده تراكم النقاط فالحقيقة موضوع التصنيف ده ممكن جدا جدا فجأة تلاقي مجموعة قدامك فيها أهلي فيها زمالك فيها هلال فيها سمبة تنزاني ما تعرفش القطن الكاميروني ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل ده اللي حيبان خلال الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر